مصو ازايكو عاملين ايه وكله تمام وكل حاجة كويس اشوفوا جماعة الحلقة دي بالنسبة لي حلقة خاصة جدا لكل الاسباب الممكنة احنا بالتأكيد لازم بنحتفل بنصر اكتوبر بنتكلم على بدء دور الانعقاد او يمكن دي الجلسة التانية لدور الانعقاد التالت من الفصل التشريعي احنا كده الرابع من الفصل التشريعي التاني ويمكن النهاردة كان فيه انتخابات اللجان وانتخابات اي واصلا اعلان رؤساء الهيئات البرلمانية وما الى ذلك انتصارنا بستة اكتوبر هو مما لا شك فيه هو الانتصار المؤذر المؤذر وخد بالك كل اللي ممكن تقرأه ولا تسمعه من عند العدو هي كل المسألة انه العدو متقلم فعلا من اللي حصله من خمسين سنة يعني اقدر اقولك بملو الفم كده ان اللي عمله الجيش المصري في الف وتسعمائة تلاتة وسبعين وما كان سابقا عليه من الف وتسعمائة سبعة وستين حتى نصر اكتوبر لحرب الاستنزاف وهي واحدة بالمناسبة من اهم الحروب لانه مصر غيرت بيها الموازين وطرق القتال ده مبدأ ايه لكن المسألة مكنتش بس مجرد نصر عسكري يعني انا من الناس اللي مهتمة جدا بما وراء العسكرية اذا صح التعبير نصر اكتوبر عمل تأثير حقيقي على انماط التعليم داخل كيان المحدل على انماط التعليم ده فعلا نصر اكتوبر ادى لانهيار حزب العمل اللي كان بيحكم هذا الكيان من ساعة اعلان مزعوم لهذه الدولة في الف وتسعمائة تمانية واربعين بسبب اكتوبر دي كانت اول هزيمة هو سقوط مدوي لحزب العمل دي سياسة بسبب نصر اكتوبر لأول مرة هذا الكيان يشهد ما يمكن ان تطلق عليه الهجرة العكسية تعرف هذا الكيان قام على الهجرة ناس جات من اوروبا ناس جات من امريكا ناس جات من افريقيا وهكذا بسبب نصر اكتوبر لأول مرة هذا الكيان يبدأ يشهد قيام هجرة عكسية يعني الناس تسيب هذه الارض ارضنا المحتلة وياخدوا بعضهم ويمشوا اللي خد بعضه بقى وعمل هجرة على الولايات المتحدة اللي خد بعضه وطلع على اوروبا تاني اللي خد بعضه وطلع على دول اخرى في شتى بقاع العالم انت متخيل يعني حصلت لخبطة كبيرة جدا في نظام التعليم هناك حصل لخبطة كبيرة جدا في موازين القوى السياسية في الداخل حصل لخبطة كبيرة جدا في مسألة ان دولة تقوم على المهاجرين فتحدث لها هجرة عكسية وهكذا انا مش عايز اطول عليك بل بالعكس انا عايزك انت كمان تحاول تقرأ وتبحث في ذلك يعني حتى المواد اللي كان بيتم تدرسها داخل المدارس هناك بدقوا يعملونها اعادة تقييم واعادة بناء من اول وجديد ده فعلا مش اصغر طيب فهرجعك على هو مصر والشعب المصري هو فعلا اعظم الشعوب واعظم الدول هل اه طيب هل دي شوفينية من يوسف اطلاقا هاتلي بلد في الظروف بتاعتنا من سبعة وستين لتلاتة وسبعين بنمط التسليح بتاعنا من سبعة وستين لتلاتة وسبعين قدرت انها تقف وتهدم ما قيل انه اسطورة الجيوش فهدمت الاسطورة طب خط برليف فيهدم خط برليف احنا روحناهم بالبجامات وبالمناسبة ده انت هتلاقي لقطات ارشفية كده موجودة الله ينور احنا روحناهم بالبجامات ما قام به الجيش المصري لم يكن فقط النصر العسكري لكن كان نصر عمل تغيير في الموازين الاجتماعية الموازين الاقتصادية الموازين السياسية التوزيعات الديموغرافية الى اخره ده اللي عمله الجيش المصري وبالتالي هذا الانجاز العظيم لهذا الجيش العظيم جدا اكبر بكتير جدا من انك انت تتصور انه مجرد نصر عسكري وهنا ده يخدك انك تفكر بصوت عالي هي المسألة في الفلوس يعني ان احنا يبقى عندنا فلوس كتير نشتري بها سلاح كتير او سلاح متقدم جدا شوف الامكانيات المالية نعمة من ربنا يا رب بعض ربنا من على ناس كتير في الدنيا بفلوس كتير يعني بالتأكيد بالتأكيد مثلا بلاد زي النرويج فنلندا هولندا سويد دنمارك سويسرا هم دخلهم اكبر مننا وعدادهم اقل مننا حلو كده طيب عدد العلمى المصريين في العالم اكتر من كل الدول دي يعني مش مجتمعة اكتر من العلماء السويديين اكتر من العلماء الهولانديين ما هو عنده فلوس كتير بس انت حاجة تانية هو انت الأعظم والمسألة مش شعار وايه وعن تصدق حد يقولك يا جماعة وإمكانيات المصريين لا تؤهلهم لرفع مثل هذه الشعارات لا أو إمكانيات المصريين تؤهلهم لرفع مثل هذه الشعارات المسألة تاني يا جماعة هي عقول ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيوزع النعم كل واحد بياخد لـ 24 إراد بتوعه الشعب المصري بياخد لـ 24 إراد بتوعه هنا في ده علماء نوبل علماء جايزة بنجمين فرانكلين مش عالي بتعرفه ولا لا المهم علماء أدباء أسدزاء مغرقين الدنيا لقوا إيه خارجين المدرسة المصري اللي مش بفلوس وجمعت الحكومة اللي مش بفلوس يبقى المسألة إيه هي مش فلوس وإمكانيات يا جماعة